فضيلة الإمام نتناول مع فضيلتكم قيمة الإنصاف اليوم في حلقة اليوم ما هو معنى الإنصاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى الإنصاف معناه العدل في المعاملة بمعنى أنك تعامل الآخرين أو تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به بمعنى أنك إذا كنت تحرص على أن تأخذ حقوقك من الناس فيجب عليك إنصافا أن تعطيهم حقوقهم أيضا وهذا هو المعنى الصعب الذي يعني يغيب عند الناس جميعا بمعنى أنه لو كان له حق عند آخرين يأخذه مثلا أو يستريح إذا أحد أثنى عليه أو مدحه لكن في المقابل تجد هو لا يعضي الحقوق الآخرين بسهولة ولا يقول كلمة مثلا كلمة سناء أو كلمة مدح في شخص آخر لأنه مثلا ليس على وافق معه أو أنه يعني حتى ممكن يستسقله مثلا فهذا ليس بالإنصاف الإنصاف أن يعني تعطي مثل ما تأخذ وأن تثني على الآخرين مثل ما يثنون عليك فإذا كنت تحب الثناء ولا تبذله ولا تعطيه فأنت يعني هذا الشخص لا يتخلق بخلق الإنصاف وخلق الإنصاف ده هو بالضبط خلق العدل الذي أمرت به الأديان وتأمر به كل الحضارات الإنسانية الراقية وهل هناك درجات من الإنصاف فضيلة الإنصاف؟ ممكن أن أقول الدرجة العظمى من الإنصاف هو إنصاف الإنسان من نفسه يعني أن ينتصف لنفسه من نفسه بمعنى أنه إذا وقع في خطأ تكون لديه الشجاعة والقوة على أن يقول إنني أخضأت وما كان لي أن أفعل هذا وما هو الذي يجب علي الآن بعد أن فعلت هذا الخطأ لكي أصلح هذا الخطأ ويأخذ في علاج الخطأ الذي وقع فيه هذا الإنسان القوي وهذا هو الإنسان الذي يمكن أن ينصف الآخرين أكثر الناس تجده بهذه الصفة الأخرى السلبية أنه دائما يعجز عن أن ينتصف لنفسه من نفسه فإذا اقترف خطأا بدلا أن يعترف بهذا الخطأ وبدأ أن يفكر وبدلا من أن يعني يستغفر الله أو بدلا من أنه مثلا يعود إذا كان هذا الخطأ يعني يتعلق بحقوق آخرين يسارع إلى إعضاء هذه الحقوق ليصلح هذا الخطأ تجده يبرر لنفسه هذا الوقوع في الخطأ اختلاق الأعذار والأكاذيب ويهيئ لنفسه جو كأنه يقول يعني أنا رغم أنفي أو أننا اللي عملت دا ماشي دا مش حار فيه يعني هو والحقيقة هذا السلوك يعني هو نوع من الهروب من وخز الضمير وتأنيب الضمير لأن الإنسان مهما كان مؤمنا كافرا ظالما مظلوما عنده ضمير بيشتغل وقت أن يظلم الآخرين فإذا كان الإنسان يختلق لنفسه المعاذير والأسباب والعلل ليشعر بأنه يعني هذا الذي صنعه أمر هين وأمر ماشي يعني هذا الإنسان غير قادر على أن ينتصف لنفسه من نفسه وبالتالي سيكون أعجز بكثير جدا من أن ينصف الآخرين إذا كان هو يتمحل الأعذار لخطأه فإذا الآخرين طبعا لا يتمحل لهم الأعذار بالعكس ده الحاجة الصغيرة يكبرها ويقول ده جريمة اللي أعملها معي فإذن الدرجة الأولى أو الدرجة يعني المطلوبة والمفروض الإنسان يتدرب عليه يعني كنا نتكلمنا عن الصبر في الحلقات الأولى الصبر مأمور أنت بيه مفيش حاجة ما تتدرب عليه إنما الإنصاف ممكن تتدرب عليه أنك أنت كل ما تغلق تحاول في أنك أنت يعني تدين نفسك وأنك أنت مثلا إذا فعلت الحسنة تحمد الله سبحانه وتعالى وإذا فعلت السيئة ومش السيئة يعني المعصية بمعنى شرب الخمر وبس لا ظلم الآخر الاستهزاء من الآخر خلف الموعد أنت يعني له عندك دين وانت تماظل يعني أن عدم الإزاء أو إزاءه بأي نوع من أنواع الإزاء كل هذه معاصي وإحنا أخوانا من فضلكم يعني المعصية في القرآن وفي السنة وفي الإسلام ليست هي المعصية مع الله فقط إنما هي أيضا معاصي مع الأهل حتى معاصي مع النفس معاصي مع الجار معاصي مع الأخ معاصي مع الصديق معاصي مع الزميل في العمل كل هذا يكتب عليك ناس كثير يقول لك أنه مدام بصلي الصبح جماعة خلاص ممكن يستهزأ على زميله ممكن يروح الشغل متأخر ممكن ما يشتغل شيء ممكن بالعكس ما عملش حاجة هو زي كما يقولون بنى قصرا وهدم مصرا يعني بنى له قصر لكن هدم بلد فهنا يعني نقول أن الإنسان يتعود على أن دائما إذا أخضأ أن ينصف نفسه ويبحث في خطأه ويعترف أولا بالخطأ ثم بعد ذلك يبحث في علاج كيف يعالج هذا الخطأ إذا كان بالاعتذار للآخر إذا كان خطأ مع الآخر إذا كان مثلا بمراضات إذا أخضأ حتى مع الزوجة يراضي الزوجة مثلا مع الأبناء إذا كان شعر أنه أخضأ وليس يقول أن الأب وأن الإبن دا يتحمل كل حتى لو كان خطأا لا إنما يحاول ليفهم الإبن بصورة أو بأخرى أنه يعني لن يفعل معه مرة أخرى مثل ذلك فإحنا يعني ننبه على أن الإنسان حينما يقع في خطأ لا بد أن يحاسب نفسه والذي لا يستطيع أن يحاسب نفسه ليس منصفا والذي لا ينصف نفسه لا يستطيع أن ينصف الآخرين فهذه هي الدرجتين في درجة الانتصاف فضيلة الإمام الكثير مننا يبدأ حديثه أو تعامله مع الآخر انطلاقا من مفهوم حبه أو بغضه للطرف الآخر وليس انطلاقا من الموضوعية والعدل هل يعتبر هذا من الإنصاف أم لا لا طبعا لأن هذا ليس عدلا وإحنا قلنا أن الإنصاف يتكز ويتكأ على العدل وهذا هو الذي يقع فيه كثير من الناس حتى عندنا في مصر هنا وكثيرا ما أشاهده هو أن يقيم الآخر أو يكيف علاقته بالآخر مدحا أو ذما أو قربا أو هجرا على أساس الحب والكر مع أن القرآن الكريم ينهى تماما أن يعني يكون البغض أو الحب هو المعيار اللي بتوزم به الآخر وحقيقة إحنا هنا بنشاهد يعني حتى مثلا لو بعض المديريين واحد من موظفيه مثلا حتى يعني مش مستزرف دمه فتلاقيه يتباضى في ترقيته أو مثلا يحمل عليه في الشغل ده حرام لأن ده ليس فيه إنصاف وحنا مأمورين بالإنصاف وبالعدل يعني نشوف مسيحي الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون القرآن الكريم يعلمنا كيف أننا لا نعتمد على شعور الحب والكر والعداوة والبغضاء مع الآخرين في أن نقيمهم أو نتعامل معهم أو نشهد لهم أو عليه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء أو شف قوامين يعني حينما تشهد عليه والسناء أو المادح نوع من الشهادة تكون قوام بمعنى أنك أنت دائم القيام بالشهادة لله سبحانه وتعالى وبعدين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إيه معنى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا شنآن هو البغض نعم ولا يجرمنكم لا يحملنكم يعني لا يحملكم بغض أعدائكم أنك أنت حين تبغض العدو أن لا تنصفه في شهادة أو في معاملة نعم أو في كلمة تقولها عليه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ثم يأتي الأمر اعدلوا هو أقرب للتقوى وأتقوا الله والله خبيروا بما تعملون نستكمل مع فضلاتكم في حلقة الغد بإذن الله